سطرت في دفاتر الرقي الحضاري إنجازات غير مسبوقة لسمو الشيخ فاطمة بن تنبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات إنجازات جعلتها رقما فاعلا في ساحات العمل المتميز ومن هم إنجازاتها التي لا تعد ولا تحصى أنشأت جمعية تنمية المرأة الضبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة في عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين وإنشاء الاتحاد النسائي العام وإطلاق استراتيجية محول أمية وتعليم المرأة في دولة الإمارات في عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين ومن ثم تأسيس مدرسة الشرطة النسائية في إمارة أبو ظبي عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين وفي عام الفين أنشأ أكاديمية الشيخ زايد للبنات وفي عام الفين وثلاثة إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومن ثم إنشاء مؤسسة التنمية الأسرية عام الفين وستة وفي عام الفين وثمانية عشر شهدت الدولة إطلاق يوم الطفل الإماراتي وأعوام من الإنجازات تتوالى ففي عام الفين وعشرين تم إنشاء مركز فاطمة بنت مبارك للأبحاث والطفولة أما عن الجوائز فقد توجت جهود سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات بأكثر من خمسمائة جائزة تكريما لتفانيها المتميز في كافة المجالات كما حصلت سموها على وسام ماري كوري لليونسكو وذلك لجهودها في التعليم وحل الأمية وحقوق المرأة كثالث دولية وأول عربية تحصل على هذا الوسام أما عن أهم مبادرة سموها مبادرة سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن التي توفر فرص تدريبي وبناء قدرات النساء من الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا في حفظ السلام واختارت سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك أم الإمارات يوم الثامن والعشرين من أغسطس ليتزامن مع ولادة الاتحاد النسائي العام في الثامن والعشرين من أغسطس عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين والتي تهدف سموها من خلالها إلى التعريف بمساهمة المرأة في الدولة ودورها في التنمية والنهوض بدولة الإمارات العربية المتحدة واليوم دشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد أنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شجرة السلام التي أهداها إلى أم الفرسان سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات وفاء وعرفان بجهودها الرائدة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار